واحد من النجوم منتخب إيطاليا طبعا وقائد فريق أودينيزي ومدرب منتخب إيطاليا للشباب فاليريو بيرتوتو هو وظيفنا النهاردة في السادسة بداية طبعا كل الشكر لك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة شكرا لكم شكرا لكم شرفتوا بتوجهدي معكم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا بك يمكن خليني أبدأ معك من منتخب إيطاليا اللي أنا لسنين طويلة كنت واحد من عشاء وعلى مستوى الأندية على مستوى النجوم والأسماء على مستوى المنتخب هبدأ معك من قرار أو من رحيل منشيني لتدريب المنتخب السعودي وتعليقك طبعا على تولي لوتشانو سبالتي تدريب المنتخب الإيطالي إزاي شفت ده إزاي شفت الرحيل منشيني بداية وتوقعتك لمشوار سبالتي مع الأدزوري منشيني بالنسبة لي في قراره في الرحيل عن إيطاليا وتولي قيادة المنتخب السعودي فهذا يدل على أن منشيني معترف بإنجازاته على عكس ما قال البعض وقد صرح بذلك منشيني بنفسه بأن هذه المهمة في ذهابه للسعودية هي اعتراف بكرة القدم الإيطالية وموصلة للفخر لتقديم نجوم الكرة الإيطالية على غيرهم هذا يعد سبق كبير لنا فقد قاد روبرتو منشيني منتخب إيطاليا في 61 مباراة دولية فاز فيها بتسعة وثلاثين مباراة وظفر خلالها بلقب يورو فمنشيني مدرب كبير ومعلم للكرة الإيطالية أما بالنسبة لسبالتي فهو رائع جدا ولا يقل شأنا عن منشيني بالنسبة لي وأيضا له سبق كبير وإنجازات رأيناها بأعيننا لا سيامة في الآونة الأخيرة فلا نستطيع أن نفرق بين هذين المعلمين منشيني معلم كبير سبالتي معلم كبير وله إنجازات كبيرة مع نبولي كما رأينا وكما قلت لكم فيمكن القول أن تحرك منشيني للسعودية هو إنجاز للكرة الإيطالية وسبالتي في قيادتي للمنتخب الإيطالي إنجاز لنا كبير نحن نطمح أن يقود سبالتي إيطاليا للأمام يمكن كان فيه عدة أسماء طرحت أو بعض التقارير الصحفية قالت أن فيه أكتر من اسم كان مرشح لقيادة المنتخب الإيطالي خالفا لمنشيني طبعا منهم لوتيانوس بالتي اللي قدم موسم أكتر من رائع الحقيقة مع نابولي لكن كمان اترح اسم مدرب كبير جدا وهو أنتونيو كونتي اترح اسم مدرب زي سيموني إنزاجي إزاي كنت بتشوف المقارنة ومن وجهة نظرك مين اللي كان يعني الأفضل في المرحلة القادمة لأنه التحديات قدام الكرة الإيطالية أو المنتخب الإيطالي كبيرة جدا أنا أظن أن سبالتي في هذا الوقت هو الشخص الصحيح الشخص المضبوط لتولي قيادة منتخب إيطاليا لا نقدح في الأسماء الأخرى التي ذكرت مثل كونتي وإنزاجي لكن أعتقد أن الشخص المناسب الآن للنهوض بإيطاليا من جديد اعتماداً على الخبرات السابقة اعتماداً على العقل المفكر اعتماداً على الشخصية الرائعة التي تتمثل في سبالتي أعتقد أنه هو الشخص المناسب الذي لا ينبغي لأحد غير سبالتي أن يقود منتخب إيطاليا أنا من وجهة ناظري أن سبالتي هو الأفضل هو القائد هو المعلم أنا أقول دائماً أن منشيني وسبالتي خرج من مدرسة واحدة هذا لا يدل على أنهم نشأ معاً ولكن هما بنفس العقل بنفس الاستراتيجية كل منهم بلا شك له خطة مختلفة لكن هما متفقان في الشأن كثيرة فاليري خليني أسألك هل بتشوف أن المشكلة أو أن القصة كلها مرتبطة باسم المدرب اللي بيتولى المسؤولية ولا شايف أنه الجيل الحالي من اللاعبين الإيطاليين هي قدراتهم كده هو سقف طموحاتهم كده ما يقدروش يوصلوا بالمنتخب الإيطالي لأبعد مما تحقق إذن لو فهمت جيداً هذا السؤال أقول لكم أنه مرتبط بإرادة المدرب سبالتي لم يدرب أبداً أي من المنتخبات لكن لديه خبرة فائقة وخبرة عالية أعتقد أن الإسم ربما يكون عاملاً كبيراً في النهوض بالمنتخب من جديد وأعتقد أن هناك أيضاً أسباب أخرى لكن هذا في المقدمة عقلية المدرب يترتب عليها نجاح المنتخب تفكير المدرب وتوجوهاته وإرشاداته وتعليماته للمدرب وروحه الكروية أيضاً تدفع بالفريق دائماً إلى الأمام بلا شك أن إيطاليا خاضت مرحلة أو عصراً ذهبياً ومؤخراً كانت في مرحلة الانحضار إلى حد كبير طب يعني أنا خليني أرجع معاك بالوقت اللي أنت كنت بتلعب فيه كنت طبعاً لعب دولي في منتخب إيطاليا كنت بتلعب في أقوى دولي في العالم وفي الوقت دا كانت سواء أندية أو منتخبات يعني أي بطولة بيشارك فيها المنتخب الإيطالي هو أحد المرشحين للفوز بيها على منصات التتويج أوروبياً كانت دايماً الأندية الإيطالية حضرة الإنتر اليوفي الميلان كلهم كانوا حضرينه وكانوا بيحاقوا على القب بل إنه الميلان هو تاني أكتر أندية أوروبا حصل لبطولة دولي الأبطال بعد ريال مدريد لكن في السنوات الأخيرة غاب المنتخب الإيطالي وغابت الأندية الإيطالية إيه السبب في دا من وجهة نظرك؟ هذا الصحيح هذا الصحيح طبعاً كان لدي الشرف للعب منتخب إيطاليا في عصرها الذهبي بلا شك أن الفريق يؤازر بعضه وبعضاً وأن الفريق يساند بعضه ويشد بعضه وبعضاً لا نتكلم عن لاعب واحد إنما نتكلم عن منتخب كامل في كل المباريات غالباً كانت إيطاليا تتألق وهذا ليس من باب التفاخر ولكن هذا من باب القول للحقيقة لننكر أن إيطاليا عاشت فترة ذهبية مما يختلف الآن عن ما نراه من الأجيال الجديدة بلا شك لم يأتي عصر مثل عصر الذي كنت أشارك فيه وكان لدي الشرف وأيضاً عندما لعبت في أودني أيضاً في الحقيقة بعض الشباب حققوا الكثير أيضاً من الإنجازات معنا عندما كنت في أودني لكن يمكن أن أقول لكم سأعود إلى السؤال السابق في هذا الوقت كانت إيطاليا تعيش مرحلة ذهبية كما نقول مرحلة متقدمة جداً لا نستطيع أن نعيش مثلها لا نستطيع أن نرى أيضاً التخطيط مثل سابق عهده كان اللاعبون كلهم بمهارات فائقة وإمكانيات متعدية ورائعة لكن لا أعرف حجم المشكلة تحديداً خلال الآن الموسم الأخير إلى حد ما شفنا عودة مرة تانية للأنداء الإيطالية ثلاثة أنداء إيطالية وصلوا لنهائيات الثلاثة بطولات الأوروبية الإنتر في الشامبيونز ليج أعتقد روما في اليوروبا ليج وأعتقد فيرونتينا لو الزاكرة ما خدتنيش يعني في الكونفرنس ليج طبعاً صحيح أنهما يعني ما كانش في توفيق أو ما فيش نادي منهم فاس باللقب الثلاثة أنداء خسروا لكن هل بتشوف أنه دي بداية عودة أنداء إيطاليا مرة تانية هل تتوقع أن قريب موسم اللي جاء مثلاً نادي إيطالي قادر على تحقيق لقب أوروبي؟ نعم لأنه كما أقول دائماً أننا نعيد من جديد نكون مجتمع كروي جديد بخطط قديمة نريد أن نحيي منتخب إيطاليا الذي فقد روحه نريد أن نعيد إلى إيطاليا أمجادها من جديد نريد أن نعيد إلى الفرق الإيطالية وقارها وهيبتها في وسط الفرق الأوروبية أو الفرق العالمية بشكل نعام يمكن القول أن نرسم ملامح الطريق من جديد نهيئ ونعيد تهيئة الفرق من جديد هذا ما يمكن قوله أيضاً يوفينتوس تعيد أنفوز نفسها من جديد تحاول أن تدفع نفسها بقوة أيضاً الإنتر ميلان فريق كبير وأيضاً روما فريق كبير نعم أن لوكاكو فهذه المعلومة لا أعلم كنتم تعرفونها أم لا أنه سيذهب إلى روما لكن أقول لكم أن هذه الفرق تعيد نفسها من جديد هذه الفرق تأخذ على عاتق الجديد لتعيد نفسها مرة أخرى أنا كنت أسألك عن الميركاتو بس خاني أتأكد من المعلومة مرة تانية روميلو لوكاكو المهاجم الدولي البلجيكي انتقل بالفعل أو تم صفقة انتقاله لفريق إي أس روما نعم هذا صحيح طيب بما أنك خدتني للصفقات والانتقالات خليني نروح مع أكل الدوري والأندال إيطالية أهم الصفقات من أكثر نادي من وجهة نظرك عمل ميركاتو أو موسم انتقالات قوي أهم الصفقات تتوقع أنها تكون نكحة جداً في الموسم المقبل في إيطاليا أو الموسم الحالي بقى في إيطاليا لا يوجد مقبل مقبل دا عندنا حالي بالنسبة للمركاتو الإيطالي تنقص يعني تبقى بعض الأيام الفرق بالتأكيد سيكون بعض التفاصيل ستكون بعض الأخبار الصارة خلال الأيام القادمة كما قلت لكم أنها علوكة ونتقل إلى روما أيضاً ستكون هناك بعض الصفقات الأخرى لكن أقول لكم بكل مصداقية ليس هناك خبر مؤكد عن بعض اللاعبين الكبار الذين سنتقلون إلى صفوف الكرة الإيطالية في خلال الأيام بل الساعة القادمة لكن هي أزمة مال وهناك بعض المشاكل التي ينبغي حلها أولاً كي نتمكن من إعادة المركاتو الإيطالية من جديد التعقدات التي أبرمتها الأندية السعودية هل هتزيد من صعوبة الانتدابات على الأندية الإيطالية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام ولا شايفها مرحلة استثنائية مش هتستمر الفترة طويلة أن أظن أن العكس الاستثمار الذي تصنعه السعودية هذا مهم جداً هذا صحيح أن المال يستطيع أن يصنع كل شيء لكن هذا صحيح باختلاف عن السنوات السابقة كان الفرق كانت تشتري لاعباً واحداً نحن نرى الآن السعودية تأخذ بالعشر لعيبة فهذا في حد ذات استثماراً كبيراً وبكل تأكيد سيؤثر على الدوري الأوروبي سيؤثر على الكرة الأوروبية بشكل عام أعتقد أن السعودية ستكون الأفضل في السنوات السابقة أعتقد أنها تخوض مسار الصحيح الذي لأول مرة نراه وأول مرة نرى دولة عربية تسيطر وهذا على كبار اللاعبين الأوروبيين ربما أيضاً نرى بعض الأسماء العريقة خلال الأيام القادمة كما نرى أيضاً طيب هروح معك لللاعبين المصريين أبتالي في عدد مش قليل اللعب في الأندال الإيطالية يعني طبعاً يمكن يكون أهم محطاتهم أنا شخصياً بتهيالي في نفس التويت اللي أنت كنت بتعب فيه كان بيلعب حزم إمام معك في أودنيزي لأنه كان لي قبل ما يروح هولندا لعب في إيطاليا الفترة في أودنيزي فمش عارف كان في نفس التويت معك ولا لأ وغير حسام أعتقد هني السعيد أحمد حجازي مين تاني لعب في إيطاليا أحمد حسام ميدو أعتقد كان لي برضو محطة من محطات في إيطاليا في روما تقريباً وطبعاً صلاح مع فيورنتين قبل ما يعود لإنجلترا مرة تانية مين لفت نظرك قصتك إيه مع اللعيب المصري في الدولة الإيطالية بعيداً عن حازم إمام فقد لعبنا سوياً ذو شخصية رائعة شاب خلوق من وأيضاً عرفت بعض الثقافة المصرية من حازم إمام كان له تأثير علي أنا على النحو الشخصي كنا نتعامل بشكل لطيف جداً وقتما كنا مع بعض في أوديانسنا هذه الأشياء تجعلني ساهيداً عندما أتذكرها وأتذكر هذه الثقافة العربية التي عرفتها ووصلت إلي من خلال هؤلاء اللعبنا الكبار هذا بكل تأكيد كان شرف كبير لي عموماً إزاي بتشوف تجارب اللعبين المصريين في إيطاليا وليه ما فيش تجارب تانية تكررت يعني ما أعتقد أنه أغلب التجارب دي نجحت سواء حجازي هني سعيد طبعاً صلاح مع فيورنتينا كتنقلة كبيرة جداً ومن بعده روما ليه ما تكررتش التجارب دي مرة تانية أو ليه يعني ما شجعتش الأندال إيطالية على أنها تكرر مرة تانية تجربة يعني انتداب ربما لأنه في الوقت في هذا الوقت في إيطاليا ليس لدينا القدرة المالية على إعارة بعض اللاعبين مثل إنجلترا ومثل بعض المنتخبات لكن هذا في الخطة القادمة قل لكم هذه المعلومة كل مصداقية هذا وضعناه في الخطة القادمة تجارب اللاعب اللاعبون المصريون في إيطاليا كانت ناجحة وبجدارة كما قلت لكم عن اللاعب الكبير حازم إمام وغيره وأيضا بلا شك محمد صلاح كما كان في فيورنتينا سابقا أعتقد هذا سيكون مستقبلا متفائل بوصول إيطاليا لكاس العالم 26 تحت قيادة سبالتي ولا ممكن تتعرضوا لصدمة مرة مرة تلتة بوصول إيطاليا بوصول إيطاليا وعلى كل الإيطاليين بشكل عام نتمنى نحن وإنتم نتمنى أنه كاس العالم في أمريكا وكلدا والمكسيك يجمع منتخب إيطاليا ومنتخب مصر وصدقني نحن طبعا بنستمتع ببطولة كاس العالم في وجود الكبار زي البرازيل والأرجنتين فرنسا وألمانيا لكن كاس العالم من غير إيطاليا بيبقى نقصوا حاجة نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لوتشانو سبالتي معنا فاليريو بيارتوتو نجم طبعا منتخب إيطاليا ونجم قدنيزي السابق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة طيب يمكن تكون يعني فالحسن فالخير كده إنه إيطاليا ترجع فنرجع معاها نتمنى إن شاء الله وإن كان طبعا يعني أنا شايف إنه مفيش مرة عشنا فيها تصفيات كاس عالم كتأسهل من المجموعة اللي جاي علينا دي فأتمنى إن شاء الله إن احنا نكون في كاس العالم اللي جاي عشرين ستة وعشرين ربنا يدينا وإيديكم طلط العمر فاصل ونرجع نستقبل نجمنا النهاردة كابتن أشرف مندوح